كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كما نرزيق أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه من خلال تجديد الرقابة على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقضة على المستويين الجهوي والولائي وخلال رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة أحمد بن ناي الثلث الرئاسي بخصوص الأليات المنتهجة من قبل وزارة التجارة والكفيلة بضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية وتنظيم يقول تسويقها أوضح رزيق أن قطاعه وضع برنامج لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد بالإضافة كذلك إلى تنصيب خلايا لليقضة على المستوى الجهوي والولائي تتكفل بالتشخيص الوضعية الحالية لأسعار الخضر والفواكه قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أسحاب الغرف